محمد بن خالد المنعير تقارن بين أنواع الأمواج الزلزالية ثلاثة إذن نستنتج أو نلاحظ أن الأمواج الزلزالية هي ثلاثة أنواع سنبدأ إن شاء الله اليوم بأول شيء مقارنة ما بين أنواع الموجات الزلزالية النقطة الثانية تصف كيف يعمل مقياس الزلازل أو ما يسمى علمياً بالسيزموميتر وأيضاً تفسير كيف استعملت الأمواج في معرفة مكونات باطن الأرض وتركيبها الداخلي بداية أو قبل أي شيء نشوف هذه الصورة كما استعرضنا لطبقات الأرض في الدروس السابقة فعندنا ثلاث طبقات وهذه الأمواج الزلزالية ما راح نشرحها الآن بس تصور بشكل عام وأي الطبقات التي تمر فيها النوع الأول من الموجات وأي الطبقات التي لا تمر فيها وبالتالي بشكل بسيط جداً بإذن الله راح ناخذها وسلس ونبدأ بأول نقطة على بركة الله ولكن قبلها لابد أن نعرف بعدما نخلص الأشياء هذه نلخص ما سنتعلمه اليوم بإذن الله في تصنف نشأة الأمواج الزلزالية وكيف وطريقتها بسم الله نبدأ بأول نقطة التي هي الأمواج الزلزالية الأمواج الزلزالية تسمى الأمواج التي تنتشر في الأرض وناجمها عن الزلازل بالأمواج الزلزالية وينتج عن كل زلزال ثلاثة أنواع من الأمواج الزلزالية وهي الأمواج الأولية والأمواج الثانوية والأمواج السطحية من اسمها الأولية قد يتبادل الذهن مباشرة أن الأولية هي التي تكون الأولى الثانوية قد يأتي بعض ويفسرها أنها ممكن تكون غير أساسية أو ثانوية بمعنى أنها الثانية الأمواج السطحية من اسمها فهي تأتي على السطح لو جينا للمجسم أو الصورة الموجودة عندنا بالوسط في عندنا النقطة الأساسية في النص وهي البؤرة أو المكان الذي تبدأ منه الأمواج ثم تبدأ الأمواج تنطلب كأنك رمية قطعة سخر في بركة مائية أو في بحيرة تبدأ تشاهد الحلقات تتكون بداية من المنطقة التي سقطت فيها الحجر تبدأ تكبر الحلقات والدوائر إلى أن تصل إلى الأطراف كما هو واضح الآن أمامنا عند البؤرة تبدأ الحلقات أو الأمواج تكبر وتكبر حتى تغطي المنطقة المسموحة إلى أن تصل إلى مرحلة الإضمحلال وتنتهي نبدأ بالأمواج الأولية يطلق عليها أيضا بالأمواج P الأمواج P تعمل الأمواج الأولية على تضاغط الصخور وتخلخلها مثل نظام السبرينك أو النابض وتتخلها في نفس اتجاه حركتها وهي أول الموجات الزلزالية وصولا لجهاز الرصد بالنسبة للزلازل إذن من الإسم كما توقعنا أن الأولية إذن فهي أول الأمواج أصولا إلى محطة الرصد تتحرك بشكل النابض كما هو موجود في الصورة أمامنا الآن إذن فهي تنضغط ثم تتخلخل في نفس اتجاه الموجات الزلزالية مسمى آخر لها أو تعرف باختصار ال-P أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بال-Primary Wave أو الموجات الأولية إذن لها مسميا إما الأمواج الأولية أو ال-P اللي هو اختصار تتحرك بطريقة التخلخل والتضاغط أول الموجات التي تصل إلى المرصد أو المحطة لرصد جهاز الرصد في الزلازل الأمواج الثانوية وهي الأمواج الثانية وتتحرك بهذا الشكل تعريفها بشكل بسيط أو الاختصار المسمى لها يطلق عليها أيضا أمواج ال-S كاختصار وسميت الأمواج الثانوية لأنها أبطأ من الأمواج الأولية وهي ثاني الأمواج الزلزلية وصولا إلى محطة الرصد وتسبب الأمواج الثانوية في أثناء حركتها حركة جسيمات الصخر عموديا على اتجاه الحركة إذن الأولية حركة الصخور أو جزيئات الصخور بنفس اتجاه حركة الموجة أما هذا بالنسبة للأمواج الثانوية فهي تكون عمودية عليها إذن ال-S أو الأمواج الثانوية التي هي secondary wave أو الثانية لأنها الثانية الأمواج وصولا إلى محطة الرصد أو جهاز الرصد في محطة الزلازل من أهم ما يميزها أو يفرقها عن الأمواج الأخرى ثلاثة أشياء الإسم، الإختصار، وحركة الموجة وحركة الجزيئات الصخرية عمودية عليها والثاني أو أبطأ من الأمواج الأولية عندما أقول أبطأ من الأمواج الأولية ليس بالضرورة أن تكون بطيئة لمسافات قوية قد يكون الفرق ما بين الأمواج الثانوية والأمواج الأولية في الوصول جزء من الثانية جزء من الثانية أحيانا ممكن يكون أقل تسمى كل من الأمواج الأولية والثانوية بالأمواج الجسمية لأنها تنتقل داخل الأرض إذن قبل نأخذ النقطة هذه ونفسرها في البداية لما ذكرنا الثلاث أنواع للأمواج ذكرنا أن في الأمواج الأولية ويوجد الأمواج الثانوية وتوجد ما يسمى بالأمواج السطحية فسرنا الموجات الأولية والثانوية أنها تسري وتحرك جسيمات الصخر داخل الأرض والموجات السطحية تسري على سطح الأرض إذن الآن أصبح عندي تصنيف آخر أكثر شمولية أن يوجد أمواج تسري داخل الأرض وأمواج على سطح الأرض عدد الأمواج التي تسري داخل الأرض هي الأمواج الأولية والأمواج الثانوية أو ما يطلق عليها ال-P وال-S أما الأمواج السطحية فهي من اسمها تكون على سطح الأرض إذن إذا أردنا تصنيف عام وسريع فنقول أنها أمواج سطحية وأمواج جسمية أمواج جسمية لأنها تقل داخل الأرض داخل جسيمات الصخور أو أمواج سطحية أو النوع الثاني الأمواج السطحية وهي التي تسري على سطح الأرض إذا أردنا تفصيل أكثر دقة فأني نقول أمواج سطحية وأمواج جسمية والأمواج الجسمية تنقسم إلى قسمين أمواج ثانوية وأمواج أولية أو ما تعرف بال-P وال-S نبدأ نشوف الآن الأمواج السطحية وهي النوع الثالث من الأمواج وحركتها تكون عبارة عن تنتقل على سطح الأرض فقط هذه معلومة جدا مهمة وتميزها عن باقي الأمواج السابقة وهي أبطأ الأمواج الزلزلية إذن في محطة الرص تصل الموجات الأولية أو ال-P ثم بعد ذلك مباشرة ال-S ثم بعد ذلك تصل الأمواج السطحية لذلك فهي ثالث الأمواج وصولا إلى محطة الرص وتتسبب في حركة جسيمات سطح الأرض حركة جانبية إلى أعلى وإلى أسفل كحركة الأمواج البحرية إذن كلنا نعرف أن الأمواج البحرية عبارة عن قمة وقاع قمة وقاع فهذه الأمواج عندما تسري إلى سطح الأرض تجعل الجزيئات أو الصخور الموجودة على سطح الأرض تتحرك بنفس الطريقة أي أن لها قمة وقاع قمة وقاع وتعد من أكثر الأمواج الزلزالية تدميرا لماذا؟ لأنها أول شيء تؤثر على الأجزاء الخارجية لسطح الأرض لتكون مقاربة لأكبر أنواع الأمواج مثلما ذكرنا أن الأمواج في البؤرة تبدأ الدوائر تكون صغيرة ثم تبدأ بازدياد والحجم الكبر والتغطية إلى أن تصل إلى سطح الأرض إضافة إلى أنها تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل وهذا قد يكون فيه تدمير أكبر بكثير من الأمواج الأخرى نشأت الأمواج الزلزالية أو كيف تنشأ الأمواج الزلزالية؟ يوجد عندنا كما هو موجود في الصورة البؤرة وهي المكان الذي تبدأ منها انطلاقة الأمواج ثم تبدأ عن طريق الصدوع تتحرك الموجات في جميع الاتجاهات مثل عندنا بالنقطة هذه اتجاه انتقال الموجة بهذه الطريقة مماثل لها موجود في الجهة الأخرى ويتجه إلى الأعلى ويوجد على السطح ما يعرف بالمركز السطحي للزلزال والأمواج الزلزالية كما هو موجود في الصورة الآن تتحرك إذن الأمواج الزلزالية لا تنتقل فقط في باطن الأرض ولكن تنتقل حتى على سطح الأرض بتصنيف الموجات الثلاثة التي سبق وذكرناها قبل قليل تنتقل الموجات الأولية والثانوية من نقطة الكسر في سخور القشرة الأرضية وما يعرف بالصدع وتنتشر منها في جميع الاتجاهات كما شرحنا قبل قليل أنها تتجه بهذا الاتجاه وفي الجهة المقابلة وفي جميع الاتجاهات وتسمى هذه النقطة بؤرة الزلزال اللي ذكرناها أنها البداية الانطلاقة أما النقاط التي تقع على سطح الأرض مباشرة فوق البؤرة شرط للمركز الرئيسي أن يكون مباشرة فوق البؤرة ولكن هذا في باطن الأرض والمركز السطحي موجود على سطح الأرض وتنشأ الأمواج الزلزالية السطحية عند المركز السطحي للزلازل دمنا نقول أن الموجات السطحية عند المركز السطحي إذن مباشرة نستنتج أن الأولية والثانوية تكون عند البؤرة تصنف الزلازل حسب عمق البؤرة إلى ثلاثة أنواع إذن هناك ثلاثة أنواع حسب بعد البؤرة وأين تكون موجودة الزلازل الضحلة التي تنشأ على عمق أقل من سبعين كيلومتر الزلازل المتوسطة التي تنشأ على عمق أقل أو بين السبعين والثلاثمائة كيلومتر والزلازل العميقة التي تنشأ في عمق من ثلاثمائة إلى سبعمائة كيلومتر كما هو مضح في الصورة أمامنا الآن على حسب الامتداد عندي من سطح الأرض تقريبا إلى ستمية وفي بعضها ممكن تكون أعمق من ذلك وتنزل إلى 700 كيلومتر أو هو المكان أو النقطة النهائية اللي ممكن تصل إليها اللي باللون الأزرق هي الزلازل اللي تكون عميقة أي أنها من 300 إلى 700 تقريباً أو في المنطقة المتوسطة فيما بينها لاحظ هنا بدأ يتدرج اللون أقل إذن في المنطقة هذه اللي هي تقريباً عند 400 كيلو يوجد بعض الزلازل اللي تكون ما بين عميقة وما بين متوسطة المتوسطة اللي باللون الأصفر وكما ذكرنا أنها ما بين 70 تقريباً إلى 300 واللي موجودة على السطح وتكون قريبة لسطح الأرض باللون الأحمر تقريباً اللي موجودة عندنا بالصورة الآن وهي التي تكون من 0 إلى 70 كيلومتر تقريباً مقياس الزلازل وفي ناس كثير يسألون كيف يتم قياس الزلازل أو كيف يتم تحديد الزلازل أو شدتها أولاً يتم اكتشاف الأمواج الزلزالية عن طريق جهاز حساس يسمى مقياس الزلازل أو ما يعرف بعلمياً باسم السايزمومتر تتألف بعض أجهزة السايزمومتر من استوانة دوارة استوانة دوارة مغطاة بورقة وقلم أو أي أداة للتسجيل قد تكون إبرة للحفر أو قلم للتسجيل بالحبر وكتلة معلقة كالبندول البندول لأنه حركة حساسة جداً فقد يسجل أي اهتزاز موجود بالمنظر ولكن هذه الأجهزة البدائية أو القديمة أو ما تسمى بالشكل البدائي للأجهزة تعتبر غير فعالة لأنه قد يكون تأثير عليها بأي شكل من الأشكال هذا هو الشكل القديم كما ذكرنا أنه يكون عبارة عن استوانة دوارة استوانة دوارة تكون ملفوف عليها رول ملفوف عليها ورق الورق هذا يسجل عليه إما عن طريق إبرة صغيرة تحفر أو عن طريق رأس قلم يسجل ويكتب وقطعة ثقل معلقة كالبندول تسجل أي حركة موجودة أمارنا فيه نوع آخر من الزلازل أو من الأجهزة الشبيبة ولكن من غير ما يكون موجود في عندنا الأستوانة الدوارة ولكن ورقة متحركة تتحرك بشكل مستمر تتألف بعض أجهزة السيزمومتر من أستوانة دوارة مغطاة بورقة أو أي أداة للتسجيل وكثلة معلقة للبندول ورجعت أأكد على هذه المعلومة عشان بنشوف الآن بعض أنواع المقاييس الأخرى هذا جهاز أكثر حداثة السيزموغرام أو مخطط الزلزال نحن الجهاز اسمه السيزمومتر أما المخطط الورقة التي انطلعها التي كانت ملفوفة على الأستوانة تسمى السيزموغرام السيزموغرام يعطينا أنواع الأمواج الأمواج الثانوية هذه الأمواج الأولية التي هي أول وصول ثم الأمواج الثانوية ثم بعد ذلك الأمواج السطحية ولو نلاحظ مع بعض الآن الزمن بالوقت لاحظ ما بين الأمواج الأولية والأمواج الثانوية ثواني معدودة وقد تكون أقل من ذلك بكثير ولكن للواضح أو أكثر وضوح الآن الملاحظة التي تستدعي الاستنتاج أن الأمواج الأولية والأمواج الثانوية بسبب سرعتها تكون المدة الزمنية لها وانتشارها وانتهاءها بسيطة مقارنة بالأمواج السطحية مع العلم أنها قد تكون جميعها في ثواني معدودة مكتملة البعد عن المركز السطحي للزلزال أو مسمى بالانحراف المعياري لكل من الأمواج الثانوية والأمواج الأولية يلاحظ أن الفرق الزمني بين أموان حنيين S والB يزداد كلما زاد البعد عن المركز السطحي كلما ابتعدنا عن المركز السطحي يزداد البعد عنها يكون أكبر في المحطات البعيدة عن المركز السطحي للزلزال مقارنة بالمحطات القريبة إذن الفرق ما بينهم المحطات إذا انتشرت في المكان فالقريبة تختلف عن المحطات الأخرى البعيدة ويستعمل هذا الفارق الزمني في حساب بعد المركز السطحي للزلزال عن محطة الرصد التي سجلت الزلزال الأمواج الزلزالية تعطي معلومات عن بنية الأرض الداخلية الأمواج الزلزالية تعطي ذكرنا أو طلعت الصورة لقبل قليل أن بؤرة الزلزال أو بعض أمواج الزلزالية كما هو موجودة الآن تسري فقط في الوشاحة وعندما وصلت إلى اللب الخارجي حصل لها انكسار في أمواج أخرى تنتقل في جميع الطبقات سواء كانت صلبة أو سائلة ما الفرق ما بينها ما الفرق بين الموجات وكيف تعطينا تصور بنية الأرض الداخلية عندما نشاهد الأمواج S والأمواج B نجد أن الأمواج S تسري فقط في الطبقات السائلة كما ذكرنا قبل أن الستار عبارة عن مادة سائلة أما الأمواج B فهي تنتقل في السائلة ولكن تتحرك وتختلف في الصلبة أكثر ثم بعد ذلك ترجع إلى شكلها الطبيعي في الأمواج السائلة أيضا الأمواج الثانوية تنتهي في الطبق هذه وتنقطع في الطبق الأخرى الصلبة وترجع مرة أخرى تظهر في اللب الداخلي وهو المنطقة السائلة تعلمنا اليوم وبشكل سريع أنواع الأمواج الزلزالية وهي ثلاثة أنواع الأولية والثانوية والسطحية والأولية والثانوية فيما بينها يطلق عليها الأمواج الجسمية كيف يعمل مقياس الزلازل السائزموميكتر وطريقة حركة البندول وتأثره والأجزاء الأخرى منه كيف استعملت الأمواج الزلزالية في معرفة مكونات باطل الأرض نحن أخذناها بعجالة ولكن سوف نرجع ونعطيكم التفاصيل بإذن الله في الدروس القادمة والأهم من ذلك نشأت الأمواج الزلزالية وكيف بدأت والبؤرة ولا بد أن يكون المركز السطحي للزلزال مباشرة فوق البؤرة الزلزالية كان هذا درسنا اليوم عن الأمواج الزلزالية وبنية الأرض على أمل أن نعطيكم إن شاء الله بإذن الله في الدروس وتتمت سلسلة الدروس الخاصة بالزلازل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا